أهلا لي من كام يوم كنت قاعدة مع بنتي واحدة صاحبتي وكانت لسه مخلصة امتحانات سنوية عامة وبسألها عايزة تدخل كلية إيه قالتلي إنها عايزة تدخل كلية أداب جامعة القاهرة زي مامتها وإن ده حلمها من زمان وخصوصا بعد ما كانت بتسمع حكايات مامتها دايما عن الكلية وإنها من كتر محبتها حفظة حكاياتها وتاريخها وبدأت تحكيلي الحكاية واسمع مني الحكاية بتبدأ من بداية ما قرروا إنهم يعملوا جامعة القاهرة والكلام ده بعد حملة شعبية كبيرة بقيادة مصطفى كامل ومحمد عبدو ومحمد فريد وغيرهم من قادة العمل الوطني ورواد وحركة التنوير في مصر المهم إنهم كانوا عايزين يعملوا جامعة في مصر عشان تكون منارة للفكر والعلم وتخرج أجيال متعلمين يقدروا يخدموا بلدهم بدل ما كان اللي عايز يتعلم لازم يسافر برى مصر وطبعا الموضوع كان مكلف جدا وكان بيقتصر على طبقات معينة وقرار إنشاء الجامعة ما كانش سهل أبدا ده تقابل بمعارضة شديدة من الاحتلال الإنجليزي وقتها بس في النهاية عملوا الجامعة وافتتحوها سنة 1908 وكان اسمها الجامعة المصرية وبعد كده اتغير وبقى جامعة فؤاد الأول لحد ما في الآخر وبعد نجاح صورة 23 يولوز اتغير اسمها وبقى جامعة القاهرة ونفس تاريخ افتتاح جامعة القاهرة سنة 1908 كان هو تاريخ إنشاء كلية الأداب جامعة القاهرة وعشان كده بنقول إن كلية أداب جامعة القاهرة واحدة من أقدم وأهم كليات الأداب في مصر وكمان واحدة من أقدم كليات جامعة القاهرة وابدايتها كانت في أسر الزعفران في العباسية وبعد كده في سنة 1929 اتنعلت لحديقة الأرمان في الجيزة والدراسة بدأت فيها وقتها بخمس أقسام قسم اللغة العربية وقسم اللغات الشرقية وقسم الدراسات الأوروبية وقسم التاريخ وقسم الجغرافيا والفلسفة وفي سنة 1933 عملوا مبنى مخصوص لقسم الجغرافيا وبعد كده سنة 1937 عملوا مبنى جديد للكلية جوه الحرم الجامعي وكان وقتها متخصص لقسم التاريخ واللغة الإنجليزية ووحدة وحدة بدأت تتوسع كلية الأداب داخل الحرم الجامعي وبدأوا يعملوا أقسام جديدة وصلت تقريباً لـ 15 قسم وكمان في سنة 1985 عملوا ملحق جديد للكلية جوه الحرم الجامعي عشان يقدر يستوعب أعداد أكبر من الطلبة وبقى شعار كلية الأداب هو الكاتب المصري لأن وظيفة الكاتب كانت من أهم الوظيف اللي كان بيشتغلها المصري القديم وتمثال الكاتب المصري موجود في مقتنيات المتحف المصري وفي سنة 2009 افتتحوا كمان قسم اللغة الإيطالية عشان ينضم الأقسام الكلية وخرجت الكلية أعداد كبيرة وأسماء وشخصيات معروفة لهم بصمة في مجالات مختلفة وبقت كلية الأداب من أهم الكليات في جامعة القاهرة وزي ما بنشوف حالياً أن جامعة القاهرة بتسعى أنها تتطور بشكل كبير وتكون من ضمن جامعات الجيل الرابع وعشان كده جامعة القاهرة افتتحت أول كلية نانو تكنولوجي في مصر والشرط الأوسط والكلية دي هتساهم في تشكيل مستقبل الصناعات المعتمدة على مواد النانو في مصر والكلية هتعتمد على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بالكامل عشان تشغل أجهزتها وكمان هيكون فيها عدد من التطبيقات المؤسرة في مجالات إنتاج الطاقة وتحليط الميا وتخليق المواد الجديدة اللي ليها صفات فريدة أما بقى أنظام الدراسة في الكلية الجديدة فحيكون بنظام الساعات المعتمدة والكلية هيكون لها دور في مجالات الطب والهندسة وإنتاج الطاقة والكلية بتضم أقسام زي قسم التقنيات الحيوية وقسم تقنيات التصنيع وقسم تقنيات البيئة والترميم والكلية بتضم أكتر من عشرين معمل بحسي وكمان عدد كبير من الأجهزة العلمية المعملية وبتعمل برامج تدريبية متخصصة للمؤسسات العلمية والباحثين وفعلا كلية نانو تكنولوجي حتكون نقلة كبيرة حتساهم في إنها تخلق جيل من المبدعين والباحثين اللي هيكون ليهم دور كبير بعد كده واسمع مني حقيقة العلم نور وسلاح قوي في إدينا وما فيش أحسن من الاستثمار في العلم وما فيش دولة بتتقدم وتتطور غير بالعلم العلم بيخليها أقوى وقدرة إنها تبني وتعمر في كل الاتجاهات وقدرة كمان إنها تاخد خطوات سريعة لقدام خطوات لمستقبل كل نجاح وتقدم بشكر حضرتكو واسمع مني داليا الخطيب